اهلا بكم مشاهدينا وطبعا كل سنة وكل أم مصرية طيبة بكرة 21 مارس الاحتفال بعيد الأم لكن ده كمان بيتزامن مع اليوم العالمي للاحتفال بمرضى الداون سندروم او اليوم العالمي الداون سندروم الداون سندروم ده بيجي للأطفال وهو خلل جيني بيخلي الأطفال يحصل عندهم نقص في النمو وتقليل في الزكاء وبيقدر انه بيزهر كمان على وشوشهم عشان نبقى فاهمين النسبة عالية جدا من دهون سندروم ده اكتر مرض جيني منتشر حوالي نسبة واحد لألف يعني كل ألف واحد بيطلع فيهم واحد عنده العقا دي يعني لو اتكلمنا على نصر 90 مليون عندنا ما لا يقل عن 90 ألف كل سنة بكرة هيتم الاحتفال وهيكون فيه فعاليات الاحتفال باليوم العامل بالداون سندروم عندنا فيديت بقى المشاركة في الاحتفال باليوم وعن اهمية توعية المجتمع بالاحتفال والمشاركة فيه هيكون مشرفنا دكتورة سعر دونيا نائب رئيس حملة زي زيك والمستشار العامي الحملة صباح خير يا دكتور صباح خير في البداية عايزين نعرف من حضرتك ليه تم اختيار 21 مارس عشان يبقى اليوم العالمي لداون سندروم اوكي بس في البداية بس احب اعرف نفسي تاني انه انا احد مؤسسي مؤسسة دمج اللي هي المشروع المصري اللي مساندة الانسان دول اعاق ولدمج الانسان دول اعاق عمت لدمج عشان يدمج في المجتمع وفنتي 5% بس ما بتفعلش وكل حاجة كل حاجة مدارس وجماعات وشغل وكل حاجة تمام ليت عامل يوم 21 مارس لان هو اسمه trisomy 21 هو الكروموزومات احنا عندنا كل واحد على كل جين اثنين كروموزوم واحد من الاب واحد من الام ده اللي بيحصل في الداون سندروم ان هو بيبقى بيجي كروموزوم تالت او نص او يعني قطعة من الكروموزوم تشبك في الحتة دي فالكروموزوم واحد على الجين 21 نوضح الناس كل من يقدم عنده 23 جوز من الكروموزومات بياخد نصهم من الاب ونصهم من الام كروموزوم 21 بذات مفروض نسخة من الاب ونسخة من الام لو في جزء نسخة تالتة سواء جزء منها او نسخة كاملة من الجين بيعمل الخلل ده اللي هو داون سندروم اه بالضبط كده فهو تسمى كده فهو عشان هو بيبقى ثلاث حاجات فشهر مارس وواحد وعشرين ويوم واحد وعشرين عشان هو كروموزوم رقم وعشرين بالضبط كده طيب هل النسبة اللي أنا قلتها صح هل النسبة اللي أنا قلتها صح فيه ناس بيقول واحد لتمنمية الحقيقة وفي انجلترا مسجل انه هو واحد لكل ستمية واحد وتسعين كل دولة بتختلف من دولة التانية بس الرينج العام من واحد لتمنمية لواحد لأف طيب اللي أنا قلت وصحيح انه ده من اكتر الامراض الجينية المنتشرة لانه لو نتكلم على تسعين ألف كل سنة فاحنا عندنا أزمة تتنامى كل سنة خصوصا انه المعدلات بره بتقل لانه بيتم اكتشافوا في الشهور الأولى الشهور الأولى الحمل وبيحصل غالبا إجهاد في مصر احنا عندنا قلة في ده نسبة قليلة في الإجهاد فاحنا النسبة عندنا كاملة تقريب هو اللي أنا عارفه بحاجات الإجهاد ذي الافتاءات والحاجات ذي اللي فيها ان احنا مصرح لنا لو اكتشف انه هو داون سندروم مسموح بإجهاده لغاية سن 17 أسبوع 17 أسبوع 17 دا دا هو أكتر من 3 شهور قريبا يعني طيب وانه نحن نتكلم في الإجهاد نحن نتكلم كيفية تعيش كيفية الدمج كيفية الدمج بره ازاي بيحاولوا يقللوا بره بنحاول نقلل بره بيحاولوا يقللوا كده وهنا برضو يعني الدين سامح لأنه لأنه الإعاقة الزهنية لو انت معا من تلهاش تدخل مبكر كويس وسريع من البداية الطفل بيبقى فعلا عنده إعاقة إعاقة في التكيف مع المجتمع من نسبة زكاية ما زيتش عن 50 لا 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 دا كان زمان بقى بتزيل بقى دا كان زمان بقى نحن عندنا بنتي 86 وفي ناسا 94 و98 لا طبعا التعريف العام دا مش دقيق طيب ايه اهمية الاحتفال باليوم في مصر بالذات؟ وعندنا قد ايه مصابين بالمشكلة دي؟ عندنا في مصر قد ايه دي؟ انا من قد شوالة إحصائية بتذكر في مصر بالذات؟ احنا عندنا قد ايه بس زي ما انت قلت هي تبقى المواليد من 1 ل800 في مصر كل طفل من كل 800 طفل في طفل بيولد عنده داون سندرون وده بيزيد العامل الوحيد اللي هم مكتشفين ان هو بيأثر فعلا هو سن الأم الاربعين بيبقى من 1 ل300 بعد كده بقى كل سنة بتنقص كل سنة بتنقص؟ كل سنة سن زيادة كل سنة سن زيادة بينقص يعني الواحد واربعين تقريباً واحد الامتين وخمسين او واحد الامتين كده يعني وانت طالع بقى لو احنا قلنا انه بحزبة بسيطة في حوالي دسعين ألف في السنة وانتك بتقول لي ما فيش احصائيات يعني في حوالي 11 سنة عندنا حوالي مليون مولود بالطريقة دي ولو قلنا عليهم 11 سنة قبل يوم يعني عندنا عدد من الملايين ممكن 2-3 مليون ده أقل تقدير لكن يزيد ازاي ما فيش احصائيات دي حاجة وايه تجهيزات الدولة لده لانه ده مهمة قوي لو احنا عندنا هذا العدد من الملايين يعني دي مش مشكلة صغيرة مش مشكلة محدش بيقابلها لو بنتكلم على نسبة واحد لألف يعني كل ألف أسر عندها مرحلة من دي احنا عندنا مشكلة في المجتمع في عدم تقبل الولد زي دي مشكلة المجتمع دي مشكلتنا الرئيسية لانه الخمسة في المية بتاعت مثلا احنا عاملين بمناسبة الإيفنت بتاع بكرة والحدث بتاع بكرة ده احتفالا بين اليوم العالمي وهدفنا فيه احنا مش هنجري بس معاهم عشان نعرف ناسم الناس عارفينهم معظمهم يعني باختلاف بقى طريقة درجة تقبلهم اللي متقبلهم فعلا كبني قدمين مشاركين في المجتمع واللي متقبلهم يا حرام يا بنتي مش عارف ايه واللي متقبلهم انه بسم الله الرحمن الرحيم واللي متقبلهم انه ملايكة يعني بغض النظر عن التقابلات المختلفة نحن عاملين الحدث ده عشان ندعو لدمج الأطفال دي في المدارس طب قبل الدمج وقبل ما نتكلم عن الفعليات هل في أسباب معروفة ممكن الناس تتفاداها عشان ده ما يحصل؟ مفيش دي حاجة بتاعت ربنا اه ده اصلا مش مرض يعني مش مرض تحول تات لا يعني زواج الأقارب مثلا بص اصلا الجزء الوراثي من داون سندروم أربع في المية اه من كل داون سندروم طيب اكيد في ناس كثيرة جدا عندها أولاد ربنا يعينهم بالطريقة دي لو عاوزين يشاركوا معاكوا بكرة يشاركوا ازاي وإيه الفعاليات بكرة؟ احنا هنعمل احنا عاملين مع كايرو رونرز كايرو رونرز دول جروبة من الشباب ابتدوا من فترة يعملوا جاريات معينة هما هدفهم جاريات مسيرة للجاري؟ مسيرة مارثون هما بيسموه مارثون عشان لسبب معين هما يزودوا الوعي الصحي وأهمية الجاري والصحة وكده وأنه أهمية الأمن والأمان في البلد وبيعملوها كمان معاها سبب بياخدوا كوز اللي هو حاجة خيرية معاهم ومشترك كمان معنا جمعية 21 سندروم أو جمعية 21 سندروم ودي جمعية مقامة برضو لخدمة داون سندروم سندروم هي متلازمة متلازمة داون متلازمة داون بس دا اسم الجامعية هما يسمونها كده عربي ومجليزي وإحنا كأمؤسس الدمج وعملين اليوم دا إحنا هدفنا تخليل الجاريا دي أو المارثون دا مخصوص عشان نطالب بدمج أو يعني نعم الوعي سيبتدي من جنينة ألمازة اللي عند سبع عمرات في مصر الجديدة جنينة ألمازة في جاريا الساعة سبعة ونصر تقريبا من أربعة كيلو إحنا منا بقى يعني قلنا لهم عايزين واحدة يعني قصيرة شوية اللي هي واحد كيلو متر عملوها برضو من نفس المكان الساعة ثمانية برضو من نفس المكان جنينة ألمازة حيلفوا حوالين بلوكات عمرات في الشارع ونرجع لنفس المكان بس هي هذه الفعاليات بتاعة بكرة إن شاء الله وإحنا دعيني الناس كتير قوي قوي إنهم شاكمون هي بكرة أمتلك الساعة كام؟ في جاري ستبقى الساعة سابعة اللي هي الجارة سابعة ونص اللي هي جارة أربعة كيلو وفي ساعة تمانية سبعة صبح سابعة صبح سبعة صبح تمام والتانية؟ ساعة تمانية الساعة تمانية تمانية بالليل ولا صف لا لا بص برضو صبح برضو صبح عشان تفادي العربيات والزحمة عامة تانية وبتالي مخصوص يومجومة عشان تفادي الزحمة يعاني طيب إنتوا عاوزين توصلوا رسالة للنس وهي أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا داون سندروم إيه أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا داون سندروم في المجتمع وفي الوظائف يعني نوصل الرسالة للناس كلها إنتوا عايزين توصلوا الكلمة فعنا على نوصل للناس إحنا عايزين نفهم الناس أنه يعني دمج الأفراد داو الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقة ذوق أهمية لأن أنت عايز تطلع أنت مش عايز تطلع شخص الدولة تعيله أو مش حكاية الدولة تعيله يبقى عالى على أهله وعلى المجتمع أنت عايز تطلع شخص هو يعويل نفسه وهو يبقى منتج في المجتمع فهو ده هدفنا أنت لما تدمج دول في التعليم لما تعلمهم وتشغلهم وتعملهم ده فرض ينتج فرض ينتج وحي بعد كده حيدفع درايب وبعد كده حيبقى يعني أنت مش عايز ناس يبقوا محطوطين على جنبه ويحرام وكده وخلص ما لهمش أي فايدة ونظرة المجتمع عليهم تبقى كده مشكلتنا في داونسندروم بالذات أن داونسندروم ليه ملامح عشان كده داونسندروم الملامح دي بتخليهم يترفضوا في حاجات كتير قوي هل هو شبيب المونجوليين؟ ما هو اسمه مونجوليين هل هو المونجوليين؟ هم ليهم معانا في جميع العالم يعني دي حاجة مش فإحنا عشان كده عاملين مطالبين بالدمج يعني أنت المدارس حتى اللي بتطبق اللي هي الخامسة في المية دي ممكن ترفض لك داونسندروم بكل صراحة بناخد بس ما بداخدش داونسندروم ليه؟ لا مالش ما بداخدش حد ليه ملامح مع أن داونسندروم من أكتر من الناس اللي هم اجتماعين جدا وسهل جدا أن أنت تشتغل معاهم تدخل مبكر فتجيب نتاج هاي بقولك إحنا عندنا معادلات زكاء بتطلع للتسعينات والنورمال ببتالي من خمسة وتمانين فيعني فمجرد أن أنت تطرف الدعم دا في حد ذاته تمييز يعني وحنا بنولدي بعدم التمييز إيه أكتر أنواع العقبات التانية اللي بتقابلكو غير كده يعني لو تكلمنا دا مدارس دا مدارس خاصة ولا عامة دا سؤال السؤال عامة طيب الحكومة إيه اللي مطلوب منها الحكومة يعني في نسبة خمسة في المية المفترض تفعيلها بس خلي بالك أن الخمسة في المية دي ما بتذكرش بالإسم داون سندروم إحنا عندنا المشكلة دي يعني مخصصة على داون سندروم اللي هو أنت بتطرفد عشان الوش يعني اللي بيطبق اللي فعلا فيه مدارس بيطبق الخمسة في المية دي تقولك إيه أنا حيخد توحد خفيف حيخد حد عنده إعاقة حركية خفيفة وخلاص عمل الخمسة في المية بتوع إنما إيه عندك مفيش قانون يقوله ما ترفضش مش من حقك ترفض إحنا عايزين الدولة تصن قوانين يعني محددة مخصوص مخصوص إحنا خلاص الحمد لله الدستور طلع تحفة وجميل ومفسوطين به جدا عايزين بقى قوانين تسند هذا الدستور وتطبق قوانين إحنا لسه مستنين بقى مجلس الشعب الجديد إحنا مستنين بقى إن شاء الله يا رب عندنا عمل كبير في إن شاء الله الوضع هتحسن كثير طب إيه أهم العقبات اللي بتقابل موضوع الدمج غير 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 الرفض في المدائس في أول واحدة منت لو معلمتش خلاص هتعمل إيه لأ أنا بتكلم غير كده ماهم يعني إيه أوكي دي بداية المشاكل بس فيه مشاكل تانية بعد كده إحنا عندنا مشاكل أصلا من الأول في التشخيص المبكر أصلا إنه في ناس في مناطق شعبية طبعا ما تجيش تقولي زي ما ناس بتقول إن الدكتور ما قليش أصلا ما كانش عارف لا هو الدكتور كان عارف هو بس ما قالكش خوف بقى من إن الأهل المريض حيكسروا له المستشفى ولا العيادة أو إنه في ناس بتقول إحنا ما طب هقول لها الستة أصلا ما بتعرفش تنتق اسمها هقول لها ابنك عنده باس الدوم هل مفروض الموضوع يبتدي من إنه يبقى فيه حصر للمواليد بالشكل حصر وتشخيص مبكر وتدخر مبكر طب ده بالنسبة للجديد طب بالنسبة للقديم يعني لو تكلمنا على سنين طويلة فاتت لو تكلمنا على تلاتين سنة فهنلاقي إن عندنا لأ يعني عندنا كذا مليون يعني اتنين تلاتة مليون إن ده كله أنت برضو بتحاول تعمله تدخل مش هنقول عليه بقى تدخل مبكر بس بتحاول تعلمه أي حرفة أو أي حاجة يعني عشان يعرف يتعايش منها ويعرف يصرف على نفسه وفي رأيي إن الدولة لازم لازم تعيلهم لازم يبقى فيه حاجة إن هما يبقى مخصصة أنا ما ينفعش أروح طب هل فيه حاجة مبدئية ممكن وزارة الصحة تعملها إجراءات مبدئية تتعامل لغاية ما يصنق قوانين إيه اللي ممكن يتم تفعيله دلوقتي على أرض الوقت تشخيص مبكر ورشات عمل الدكاترة لتشخيص مبكر وكيفية توعية آه أنت بتكلم برضو على القديم آه ما قال القديم ده عندنا مشكلة على الأرض موجودة حتى لو هنرصد الجديد فإحنا عندنا كذا مليون مصري عندهم المشكلة دي وليهم حقوق علينا زيهم زينا رعاية صحية تأمين صحي مختلف يعني المستشفيات كلها تخصص ده كثرة يبقوا متخصصين في أن هما يعالجوا دول بس يبقى ليهم وضع قانوني طب قولي بقى كل الحاجات اللي مبطلوا وضعتها عشان قدامنا أقل من ديها نختم بيوم كده أوكي يعني زي ما بقولك وجيه رسالة محددة لمن عشان يبقى الموضوع واضح لوزارة الصحة والدولة يعني لكل حاجة وزارة الصحة لازم تعمل لهم أصل ده برضو قانون وهنت لازم تعمل قانون تأمين صحي مفاعل بطريقة رسمية أنه دول يتعالجوا ببلاشة على نفقة الدولة أو مش يتعالجوا اللي عنده مشاكل في القلب ولي عنده مشاكل في الغدة ويحاولوا يتعلموهم حرفة على نفقتهم الخاصة ما هو ناس كتير قوي منهم على تحت خط الفقر خصوصا الكبار دول الكبار دول اللي تسابوا لغاية دلوقتي من غير أي نوع من أنواع تدخل دول معناه أن أهليهم ما كانش عندهم الوعي وما كانش عندهم الفلوس فلازم الدولة تشيلهم ولازم وزارة الصحة تعمل لهم توعيات وتنزل للمناطق اللي هي ما عندهم مش خدمات صحية تماما تحاول تنشر الوعي وتحاول تقدم لهم خدمات صحية يعني دكتورة صهر دونيا نائب رئيس حملة زي زاكو المستشار الإعلامي وأهد مؤسسي مؤسس الدمج نتمنى لك التوفيق وكل سنة وأنتو طيبين نتمنى الأحوال تتصلح بالنسبة لذوي الاحتجاجات الخاصة أنهم أهلنا وقرائبنا وزي يوم زينا إن شاء الله نواتي مرسي مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا ونهاية فقراتنا ونهاية يومنا ونهاية الأسبوع كله أعتقد لا مش نهاية يومنا لحنا رسا عندنا فقرة بعد الفصل على طول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر